أشهد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بالمسؤولية العالية والاتزام الواضح للنسبة الأكبر من المؤسسات والشركات ببلوغ نسب البحر المقررة وتجاوزها في كثير من الأحيان وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية حيث تحرص المنشآت على دعم العمالة الوطنية والإيمان بدورها في عاجلة الانتاج واستقرار وتطور سوق العمل لافتاً إلى أن المملكة ومن خلال مختلف الأجهزة الحكومية المعنية تقدم برامج تدريب متكاملة والحوافز الوظيفية وتفتح أفاقاً واسعة للقوى العاملة الوطنية مؤكداً أن هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على توفير الفرص العمل المطلوبة للكفاءات البحرينية وجعلها الخيار المفضل عند أصحاب العمل مشيراً إلى حزمة من الإجراءات التي تصب في خانة رفع مستوى توظيف البحرينيين داخل منشآت مختلفة من القطاعات الاقتصادية والانتاجية